السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة والسلام وعصول الله اليوم نحن نرى اليوم نرى علي عزب بيكويتش في المنطقة هو هو الأولى في بوزنيا اليوم نرى مكان علي عزب بيكويتش رئيس بوزنيا السابق لماذا نرى اليوم نرى علي عزب بيكويتش اليوم؟ لأنه تنظروا صحيح تنظروا صحيح التي تنظروا صحيح في حداده حدايبية لأنه قام السلام الذي ناد به وحققه الصحيح في حداده علي عزب بيكويتش في عام 1995 عندما كان يملك يجب أن يقوم بيتها ويجد أن ترى ومن المتحدث عن الحياة التي يأتي إلى بوزنيا ومع ذلك أن الحياة ليست جيدة للشخصين في المدينة علي عزا بيترغوفيتش بدأ يدخل في محاورات السلام ويبني السلام بالرغم من هذا السلام في هذا الوقت لم يكن عادل خاصة لكثير من البسنوين وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة حدابية ويوسف صلى الله عليه وسلم في صورة حدابية في صورة حدابية السلام كان هذا ملاد بالرغم من البسنة لم يكن أرد في صورة الحدس وعندما كانوا يسألوا على المسلمين أن يسحوا كل موسلم الذي يصبح المسلم المصورة إلى سندقك وكانوا يسألوا على المسلم أن يسحوا ليسحوا كل موسلم become Muslim to them again and this was not a just street في صلح حدابية الكفار المشركين رفضوا ان يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وشطبوها في صلح حدابية المشركين رفضوا النوم يكتبوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب محمد ابن عبد الله في صلح حدابية رفضوا انه يخلي المسلم اللي يبقى مشرك يرجع لقريش والمشرك اللي يبقى مسلم يرجع كان الصلح غير عادل تماما لكن كانت رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت انه هو بيبني السلام but the peace was not just but the professor صلى الله عليه وسلم was building the peace through his vision وبعد ثلاث ايام او بدعة ايام من انتهاء الامداء على السلام ربنا نزل سبحانه وتعالى سلوة الفاتح and after three days or few days of signing the peace treaty with قريش ربنا الله سبحانه وتعالى revealed the peace treaty revealed the surah الفاتح to make the conquest of mecca هذه كانت رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه كانت رؤية علي عزة بيقوش this was the vision of the prophet صلى الله عليه وسلم and this was the vision of late president علي عزة بيقوش people thought that he was a madman how can he accept such unjust peace unjust peace بعض الناس اعتقدوا ان علي عزة بيقوش كان غير واعي ولا يحمي شعبه وكيف يقبل بهذا السلام الغير العادل لكن هذه نفس الرؤية التي رأاها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بدأ بنى السلام مع قريش في صلح الحديبية وكان سلام ايضا غير عادل لذلك why that's why the prophet صلى الله عليه وسلم through his vision then علي عزة بيقوش even Nelson Mandela had the same feeling towards his people and even the people in Rwanda in 1994-1995 in spite the fact one million people have been killed in less than few months they have the same vision like the vision of علي عزة بيقوش like the vision of the prophet صلى الله عليه وسلم because the price of building peace is very expensive لأن نفس الموضوع حصل في رواندا بعد ما قتل قرابة من مليون شخص وحصل أيضا في الهوة بأفريقيا بعد الاستعمار أو بعد اللي هو التفريقة العنصرية للبيض ضد السود فيها لمقات السنين وهم بنوا السلام اللي قد يندر إليه أنه السلام غير عادل لكنه أصبح في الآخر استقرر السلام في جنوب أفريقيا استقرر السلام في رواندا وأصبح رواندا حاليا من أكتر البلاد في أفريقيا في سرعة النمو والاستقرار رواندا اليوم became one of the fastest growing economy as well as peaceful and established country in Africa اليوم بنتكلم عن السلام and today we are talking about peace peace has to be built because peace as I said earlier on is life and peace is development and peace is motivation and peace is creation of community civilization as well as renaissance السلام هو الحياة والسلام هو بناء المجتمعات والسلام هو بناء النهضات وبناء اللي هو الحضارات إلى آخره والسلام أيضا هو بناء الاستقرار والاقتصاد في البلاد السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أسنق to help the Bosnian people to maintain their peace وأتمنى أن كل واحد منا أن يساعد البسنوين على استقرار السلام واستكمال بناء السلام و binاء البسنة و أن نبني السلام في كل مكان في العالم and we hope that you help anyone any peace builder to build peace in his or her country global and when there are Muslim countries يساعدوا من يبنون السلام فى أي مكان في العالم سواء في مكان المسلمين أو مكان غير المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته